اهلا بكم في قناة مساء الاغبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو مهم ونقدر نقول تكملة لسلسلة مهمة جدا عن توقعات ليل عبداللطيف للدول العربية في هذا الفيديو هنتكلم عن المملكة العربية السعودية ولكن قبل ما نبدأ حابة طبعا اوجه التحية ليهم وياريت الكل اللي بيسمعنا دلوقتي وبيشوف الفيديو يشترك في القناة ويعمل كمان تفعيل الجرس ويدوس لايك وشعل الفيديو عشان يوصل لكل الناس ليل عبداللطيف تتكلم كتير عن المملكة العربية السعودية بالخير ولكن ما هو الخير القادم للسعودية في الايام اللي جاية من توقعاتها ده هنعرفه في هذا الفيديو قالت ان شايفة المملكة العربية السعودية ستكون امام حدث عالمي وتاريخي وده بسبب دعوة او تكريم هيحصل لولي العهد في دولة عظمة في دولة عظمة لكن ما حددتش ايه اسم الدولة وبمشاركة وحضور شخصيات عالمية وكبيرة جدا ومن كذا دولة ان كانت دولة العربية او اجنبية بسبب هذا الانجاز اللي هيتحقق على اديه وهنشوف كمان ولي العهد بيتلقى التهنئة والمباركة بسبب تحقيق انجاز غير مسبوء على الصعيد الخارجي وسوف يتلقى كل الترحيب من العالم العربي والخارجي وهذا الانجاز الكبير هيشكل معجزة سياسية كمان قالت في فيديو اخر ان شايفة بوابات اوروبا الجديدة هتفتح على البحر زي ما بنقول سنراها مشرعة على المشهد الحضاري القادم للمملكة وده هيفتح ابواب مشاريع واستثمارات ضخمة ما بين الاوروبيين والعالم الى الداخل السعودي وده هيخلي السعودية قوة اقتصادية كبيرة جدا وبرزة خلال السنوات اللي جاية وخصوصا من خلال مجال السياحة والازدهار والعمران شايفة كمان ان الاياد البيضاء لقيادة السعودية بتحمل بشرة صرر لغالبية الشعب السعودي من خلال اصدار مرسوم من الدوان الملكي تحت رعاية ولاي العهد وهذا القرار هيكون مهم جدا وبيحمل معه بشائر الخير للسعوديين اولا وللمقامين وللوافدين ثانيا وهذا المرسوم سيهدف الى تحسن في الاوضاع الاقتصادية لاغلبية الشعب السعودي وحتى الشعب الوافد او المقيم داخل المملكة كمان شايفة ان الاصلاحات والتقدم الحاصل من خلال قيادة ولاي العهد هتخلي في تغيير كبير جدا هيطل الحجر والبشر يعني مش بس البشر وهيوصل كمان اصلاحاته للسجون والسجناء من اجل التغيير الشامل والاصلاح الكامل وشايفة كمان هيعمل سجن عصري وحديث على ارض المملكة والسجن الجديد ده هيوراع المواصفات الدولية من حيث الانشاء واوضاع السجناء يعني حتى السجون هينالها من الاصلاح حاجات كتير يعني مش بس الحاجات المعروفة لا السجون كمان هينالها اصلاحات كمان قالت ليلة عبداللطيف ولاد التحالف عربي بقيادة والي العهد وبناء جسر عربي لا مكان فيه للخلافات ولا ثورات ولا حروب وشايفة اهم تلت دول هيلعبوا دور كبير المرحلة اللي جاية مصر السعودية وتركيا هيكون ديهم دور كبير جدا خلال المرحلة اللي جاية في حسم الخلافات العربية والاسلامية ابتداء من سوريا وايران وكمان بنشهد عدة لقاءات بين قيادات الدول دي وخاصة بين السعودية وايران فيه صعوبات كبيرة جدا وكتيرة خلال هذه المرحلة ولكن لن تبقى كما هي خلال المرحلة اللي جاية يعني الموضوع مش سهل ان يكون فيه تصالح او علاقات ما بين السعودية وايران نظرا للتاريخ الاسود بين الدولتين ولكن هي شايفة ان الموضوع هيمر بصعوبات ولكن في النهاية هيوصلوا لاكيد حل وسط السعودية في المرحلة اللي جاية بتفتح المجال امام الشباب والشابات وفرص عمل ووظايف ومش شايفة حد قاعد في بيته من غير شغل والرواتب كمان هيطلها التحسن للافضل وشايفة كمان قرار ملكي مفاجئ للأوسط السعودية بيحمل توقيع الملك سلمان وولي العهد منه اصدار عفو عن بعض السجناء اللي ما تورطوش في مشاكل او اعمال تخريبية او ارهاب على ارض المملكة لبناء حياتهم من جديد وايضا في نفس الوقت شايفة حملة وسعة وحربة على اعمال الرشوة والفساد بشكل لم يسبق له مثيل وسنرى اعمال القيادة ساهرة لا تنام بتضع عين على الرشوة وعيون على مراكز الفساد وهيكون العقب والقانون فوق الجميع ومحاسبة هتطول جميع الفسدين وهنعكس القرار ده على كل الدوائر والمرافق الصعودية بدون استثناء وارى وليه العهد هيكون الراعي الابرز للسلام العربي بداية من اليمن وصولا لكل الدول العربية اللي بتعيني من ازمات وصراعات وحروب ومنها كمان لبنان وهنشهد استقرار امني بيبدأ من اليمن وتوسع للدخول في مرحلة سلام قادمة ولا استبعد دخول اليمن في حزب التحالف الخليجي كمان هيكون وليه العهد عراب المسالحات ولم شمل الدول الخليجية والعربية من جديد والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة كل الازمات والصعوبات والخلافات الطريقة على الموضوع العربي العام والخاص وشايف ان المملكة العربية السعودية ربما لديها من وزن عربي والدولي وتمتلك مفاتيح كثير من الحلول في بعض الدول وهتكون جاهزة وحضرة بالكيادة واليه العهد في بدء عملية البناء والاعمار والاستثمار خصوصا في الدول اللي بتعاني من ويلات الحروب ودمرتها الحروب وارى الربيع العربي اللي عانت من اشواكه اكتر من دولة عربية سوف تتكسر اشواكه باذن الله تحت الوزن السعودي والعربي بشكل خاص اما على الصعيد السعودي واللبناني فبتقول برغم المشاكل اللي بتحصل بين الوقت والاخر ما بين السعودية واللبنان مش من مصلحة لبنان ان يكون لها مشاكل مع السعودية اولا السعودية لها علاقة كويسة جدا وكل القرارات اللي بتاخدها مفروض تكون في صالح لبنان علشان كده من حق لبنان على السعودية ان ترجع لعلاقات احسن وتكون علاقات متينة والعلاقات دي مش من النهاردة او من مبارح لكنها علاقات مشتركة على مر السنين وكلنا عارفين ان اي خلاف مع هذه الدول خصوصا الدول الخالجية بيصب لا يصب في مصلحة لبنان او الشعب اللبنان وان وقوف الدول الخالجية تجاه لبنان ما كانش مادة بس او مذهبيا او طائفيا زي بعض الناس ما بتقول ان هم بيمولوا السنة ضد الشيعة عشان حزب الله والكلام ده هي قالت لا هم كانوا بيمولوا لبنان او دعمهم كان مع لبنان علشان الازمة اللبنانية وكمان قالوا حتى اللبنانيين اللي شغالين في كل دول الخالج بتكلموا وهم خير دليل انهم بيشكلوا كل المذاهب والتواقف اللبنانية ووقفت الدول الخالجية كتير مع لبنان في كثير من الازمات والحروب كمان قالوا ان الداخل السعودي هنشوف فيه قفزة نوعية نحو مستقبل واعد وكمان حازم هنشوف قرارات حازمة جدا خصوصا في اغزق القرارات المصيرية وايضا شايف استثمارات اجنبية كبيرة جدا وقالت كمان وتكلمت ان العلاقات السعودية الايرانية هتشهد نقلة نوعية وسوف تعود قوية وفاعلة وهتصب في مصلحة البلدين اولا وفي مصلحة الجميع من دول عربية وخالجية سنية ارى في المرحلة القادمة للمملكة هتقوم بانشاء مركز طب ضخم لعلاج الاطفال من جميع الامراض والحالات المستعصية والمزمنة ومن جميع الدول وبدون مقابل وهيكون هذا المركز باسم الملك سلمان وبسبب هذا المركز لنجد طفل بدون رعاية او علاج ان شاء الله وكمان قالت ان فيه تكنولوجيا جديدة ستشهدها المملكة في وسائل النقل الحديثة هتدخلها السعودية عن طريق الصين وشايفة ان فيه اتفاق صيني سعودي في انشاء محطات قطار حديثة وهيكون جسر بري بيربط الدول الخارجية لبعضها في اختم التوقعات قالت ليلة عبداللطيف جملة محيرة ولكن في نفس الوقت مطمئنة قالت لن ينالوا من امن السعودية ولن ينالوا من ولي العهد محمد بن سلمان وكلنا محمد بن سلمان فدي برضو الجملة تحتمل الكثير من الاحتمالات وقالت في الاخر السعودية ستمر على اصدهار وتطورات كبيرة جدا الايام اللي جاية بكده نكون انتهينا من التوقعات ليلة عبداللطيف للمملكة العربية السعودية من وجلات تحية وتحية كمان لكل الدول العربية ولي بيسمعونا اهم شيء ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وتابعونا في فيديوهات اخرى للدول العربية تانية ان شاء الله اشتركوا في القناة مساء الاخوة اشتركوا في القناة